عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في مكتبه مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلد واجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة لأسيام تلك المتعلقة بالجانب البرلماني كما تطرقت المباحثات إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر تدورات الأوضاع في المنطقة وحضر المباحثات أمين وسر مجلس الأمة رئيس بعثة الشرف المرافق النائب الدكتور عدر ويعي والنواب الدكتور عبدالكريم الكندري وعبدالله فهد العنزي وخالد الشطي وخلفد ميثير العنزي ومبارك الحريص وسعود الشويعر والسفير السعودي في الكويت الأمير السلطان بن سعد ألسعود والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري اشتركوا في القناة